بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على بلاذ الورى في الموقف العظيم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المبجلين إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نستأنف اليوم قراءتنا في كتاب الموطئ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وفي علمكم أننا توقفنا البارحة عند الحديث سبعمائة وعشرة في باب الاعتكاف وقد تأخرنا قليلا نظرا لطروق أمر الطارئ وإن شاء الله تعالى نستدرك من ذلك ما استطعنا بإذنه تعالى ونبتدئ بإذنه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف حدث لي يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عمرة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكاف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل بالبيت إلا لحاجة الإنسان وحدث لي عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة ابن عبد الرحمن لأن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف قال يحيى قال مالك لا يأتي المعتكف وحاجته لا يخرج إليها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة عن الجلائز واتباعها الله أكبر الله أكبر أذان العصر قال يحيى قال مالك ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجرب ما يجرب المعتكف بالعيادة المريض والصلاة عن الجلائز واتباعها ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان وحدثني عن مالك أنه سألم لشهاب عن الرجل يعتكف وليدخل لحاجته تحت السقف فقال نعم لا بأس بذلك قال يحيا قال مالك الأمر عندنا الذي اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجد الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبي الاهتيار الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في البساجد فعب الله البساجد كلها ولم يخص شيئا منها خلافا لمن زعم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة قال مالك فبنه للك جزل وليعتكف في البساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المساجد الذي تجمع فيه الجمعة لأن العادة أنها وكالة ليست كل المساجد يصلى فيها صلاة الجمعة إلا المساجد الكبرى نعم فأباح الصلاة في المساجد التي لا يصلى فيها الجمعة قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد قال مالك لم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال يحيى قال مالك لا اعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المداري أي الصومع وهذا من أدلة على أن الصوامع كانت من زمن الإمام مالك رضي الله عنه قال يحيى وقال مالك يدخل معتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها قال يحيى قال مالك المعتكف مشتغل باتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفي إياه قال يحيى قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاتكاف الشرطة وإنما الاتكاف عامل من الأعمال مثل الصلاة والصرياب والحج وباء أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعملوا بما وضع من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما وضع عليه المسلمون لا من شرط يشرطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون صنة الاعتكاف قال يحيى قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا بيحدث يحيى المالك أنه بلغه أن القاسم من المحمد ونافع المولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكل وشرب حتى يتمين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فإنما ذكر الله تعالى الاعتكاف مع الصيام قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام باب خروج المعتكفي إلى العيد حدث ريحي عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبو بكر بن عبد الرحمن اعتكاف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين حدث ريحي عن زياد عن مالك لأنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطرة مع الناس قال زياد قال مالك وبلغني على ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك باب قضائل اعتكاف حدث ريحي عن زياد عن مالك عن ابن الشابي عن عمرة ابن عبد الرحمن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكايد الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصته وخباء زيلم فلما رأاها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشته وحفصه زيلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرفا فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوار قال يحيقاز يدسو إلى مالك الرجل يدخل المسجد لعكوفه في العاشر الأواخر بالشهر رمضان فأقام يوما أو يومين ثم من إضافة خرج من مجد أن يجب عليه أن يعتكف بقيم العاشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه وفي أي شهر يعتكف الوجب عليه ذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره قال زياد قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان وعتكف عشرا من شوال قال زياد قال مالك المتطوع في الاتكاف والذي عليه الاتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتكافه إلا تطوعه قال زياد قال مالك في البرات إذا اعتكفت ثم حاضر في اتكافها إنها ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المجد أي تساعة الطهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اتكافها قال زياد قال مالك ومثل ذلك مرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيد ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك حدثني زياد جعل مالك على المجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف قال يحيق قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف من جلازة أبويه ولا مع غيرهما مع جلازة أبويه ولا مع غيرهما مهام النكاح في الاتكاف قال يحيق قال زياد قال مالك هذه ما رواه زياد هي الأبواب التي لم يقرأها الإباب يحيى الليثي بات الإمام مالك ولم يتمها يحيى الليثي عليه فقرأها على زياد الملقب بشبطون تنميذ الإمام مالك فهذه بعض أبوابين قرأها عن طريق زياد وهذه الأبواب مروية عند غيره من الرواة عن الإمام مالك نعم وإذاك هنا يقول قال يحيق قال زياد قال أبواب النكاح في الاتكاف قال يحيق قال زياد قال مالك لم أأسى من نكاح المعتكفي نكاح من الك ما لم يكن للمسيس والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن للمسيس ويحرم على المعتكفي من أهله من الليل ما يحرم عليه من هندب النهار قال يحيق قال زياد قال مالك ولا يحلو لرجل أي مستمرأته وهو معتكف ولا يتلند من شيء منها بقبلة ولا غيرها قال يحيق قال زياد القلماني ولم أسمع أحدا ليكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس ولا يكره للصائب أن ينكح في صيامه وفارق بين لكاح المعتكف ومين لكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرم ويعود المريض ويشهد الجلائز ولا يتطيم والمعتكف والمعتكفة يدهلان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهد الجلائز ولا يصل ليالي عليها ولا يعود للمرضى وأمره ما في النكاح مختلف قال يحيق قال زياد قال مالك وذلك لما وضع من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائب باب ما جاء في ليلة القدر حدث لزياد عن مالك عن يزيل بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهب بن الحارة التأيبي عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخزري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتكف العشر الوسطة من رمضان فأتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحنا وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اتكافي قال من كان اتكف معي فليأتكفي العشر الأواخر وقد أريدت هذه الليلة ثم ألسيتها وقد رأيت لي أسجد من صبحيها في ماء وطين فالتمسها في العشر الأواخر والتمسها في كل وطن قال أبو سعيد فأبطرت السماء بتلك الليلة وكان المسجد على عريش فواكف المسجد وقال أبو سعيد فأبصرت عينايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعيد فأبو 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 سعيد فأ أنزل لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل ليلة 23 من رمضان وحدثني عن مالكين عن حميد الطويل عن أنس بن مالكين أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريد هذه الليلة من رمضان حتى تلاحى رجلاني فرفعت فلتمسوها في التاسعة والسابعة والخابسة وحدثني عن مالكين أنه بنغ أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد توطأت في سمع الأواخر فمن كان متحريا فليتحرى في سمع الأواخر هذا كله يعني ليلة القدر وحدثني على الملك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يملغ من العمل مثل الذي ملغ غيرهم في طول العمر فأعطاه لله ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر بضع وثمانون عامات قال وحدثني على الملك أنه مرى وأن سعيد من المسيم كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها شهد العشاء يعني صلى الله في جماعة في المسجد كتاب الحج باب الغسل الإهلالي وحدثني ملك العبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر من بيداء فذكر ذلك أمو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتقتسل ثم لتهل وحدثني ملك العبد الرحمن بن سعيد عن سعيد بن المسيم بأن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر من ذي الحليفة فأمر أبو بكر أن تختصر ثم تهل وحدثني ملك العبد الرحمن بن عبد الله بن عمر كان يختصر لإحرامه قبل أن يحرم ولدخله بكة ولوقوفه عشية عرفه باب غسل المحرم وحدثني ملك العزيز بن أسلام عن دافر عن إبراهيم بن عبد الله بن حليل عن أبيه أن عبد الله بن عباس ومسور بن مخرمة اختلف بالأبواء فقال عبد الله يكسر المحرم رأسه وقال بسور بن مخرمة لا يكسر المحرم رأسه قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصار قال فوجدته يكسر بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حليل أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدى لرأسه ثم قال الإنسان يصب عليه ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسهم يديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل الحديث 3700 وحدث لمالك الحميد بن القيس على عطاء بن أمير محل أن عمر بن الخطاب قال لي يعلمني منياتا وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسر أصبب على رأسي قال يعني أتوريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا وحدث لمالك العنفيل أن عبد الله بن العمر كان إنما أدبر من بكة بات بذيطوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي في أعلى بكة ولا يدخل إذا خرج حجا أو معتبرا حتى يقتسل قبل أن يدخل مكة إذا دان بالبكة بالذيطوى ويأمر من معه فاقتسلون قبل أن يدخل مكة وحدث لمالك العنفيل أن عبد الله بن عمر كان لا يقسل لأسه وهو محيم إلا من احتنام قال يحياء قال مالك وسمعت أهل العلم يقولون لمأسى أن يكسر الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جورة العقبة وقبل أن يحلق رأسه وذلك أنه إذا رمى جورة العقبة فقد حل له قتل القبل وحلق الشعر وإلقاء التفاثي ولبس الثياب باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام وحدث لما يقول أن في العبد الله بن عمر أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المحرم من الثياب فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القبص ولا العمائمة ولا السراويلات ولا المرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون علي فليلبس قفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب الشيء ألبسه الزعفران ولا الورس قال يحيى سؤل مالك العمى ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويلة فقال لم أسبع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دهى عن نبس السراويلات فيما دهى عنه بالنبس الثياب التي لا يلبس المحرم أن يلبسها ولن يستث فيها كما countries الثث في القفين باب النبس الثياب المصبغة في الإحرام يحدث لمالك العمد الأبد الدارة عن عمر أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبة مسبوغة بزعفران الورس وقال من لم يجد علي فليلبس خفيني وليقطعهما أسفل من الكعبين وحدث هل يمالك العدافين أنه سمع أسمى مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طرحة أبن عميد الله ثوبة مصموغة وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصموغ يا طلحة فقال طرحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال عمر إنكم أيها الرط أئمة يقتني بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوبة قال إن طرحة أبن عميد الله قد كان يلبس الثياب المصمغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرط شيئا من هذه الثياب المصمغة وحدث لي مالك علي الشايبن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي مكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران قال يحيس إنما يمكن عن ثوب المسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه قال نعم لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس الباب لبس المحرم المنطقة وحدث لي مالك عندها فإن أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم وحدث لي مالك وحدث لي مالك وحدث لي مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة المسه المحرم تحت ثيابه إنه لا مأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميع السيور يعقل بعضها إلى بعض قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك ما متخبير للمحرم وجهه وحدث لي مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرا للقرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمار بن عفاني من عرجي يغطي وجهه وهو محرم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقل من الرأس فلا يخمره المحرم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقل ابن عبد الله وبات من جحفة محرمة وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبنا قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقف المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وحدثني عن مالك عن شامل عروة عن فاطمة بنت المذر لأنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي مكر الصديق رضي الله عنه مامو باجأة في الطيب في الحج حديث 44.700 حدثني أحيان مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأسها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحرابه قبل أن يحرب وليحله قبل أن يتوفى من البيت وحدثني عن مالك عن حميد بن قاسر العطاء بن أبي رماح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحرين على الأعرابي قبيصه ومبيه أثرو صفرتي فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرتي فكيف تأمرني الأصلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزع قبيصك إنزع قبيصك واكسر هذه الصفرة عكا وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك وحدثني مالكة مولى عمر عبد القطام أن عمر عبد القطام وجدري حطيب وهو بالشجرة فقال مما ريح هذا الطيب فقال معاوية من أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين فقال منك لا عمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني أمير المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لا ترجع عندك لا تقصي لنه وحدثني عن مالك العديد صلت بن زبيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطام وجدني حطيب وهو من شجرة وإلى جمه كثير من الصلت فقال عمر بما ريح هذا طيب فقال كثير مني لبت رأسي وأردت أن لا أحلق فقال عمر فاذهم إلى شراماتين فاذلك رأسك حتى تلقيه ففعل كثير من الصلت قال يحيق المالك الشرامة حفير تكون عند أصل النخلة وحدثني عن مالك العديد بن سعيد وعبد الله بن أبي مكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن لأن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن إثامة بعد أن أرمى الجورة وحلق رأسه قبل أن يفرضها عن الطيب فنهاه سالم وأرخصنا وخارجة بن زيد بن ثابت قال يحيق المالك لما سأيدهن الرجل بنهل ليس فيه طيب قبل أن يحرب وقبل أن يفيض من بلا بعد ربي الجمرة وسئل مالك العطاء من فيه زعفران هل يأكله المحرب فقال أما ما مسته الدار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرب وأما ما لم تمسه الدار من ذلك فلا يأكله المحرب باب مواقيت الإهلال وحدث لي حياء المالك عن نفين عبد الله من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من دي الحليفة ويهل أهل الشامي من الجحفة ويهل أهل نجدين من قردين قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمني من يلملم وحدث لي عن الحديث خمسون سبابية وحدث لي عن مالك عبد الله من الدين عبد الله من عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مدينة يهل من دي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجدين من نقردين وقال عبد الله بن عمر أبا هؤلاء الثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن منه يا لم لم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا يعني من القدس وحدثها لي مالك أنه بنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة باب العمل في الإهلال حدث لي حياة مالكة أن في العبد الله من عمر أن تنبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لfinden الحمد والنعمة لك والملك لها شريك لك قال وكان عبد الله من العمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل وفي هذا كذلك من أدلة جوازي أن يزيد الإنسان الأذكار من عنده إذا كانت مبنية على أصول الشريعة ومهما استوفى السدة فلا شيء عليه أن يزيد من عنده كما ذكر الفقهاء وحدثني عن مالك عن شاب لي عروة عن أبيه أن رسول الله كان يصلي في مسجد الحليفة ركعتين فإذا سوت به راحلة أهلا وحدثني عن مالك عن موسى بني عقبة عن سالم ابني عبد الله أنه سمع أماه يقول يبي داؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جوريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرأ أحد من أصحابك يصنعها فقال وما هن يا أبن جوريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا ليبانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصمغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت ببكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أبا الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمنين وأبا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأبا الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمغ بها فأنا أحب أن أسمغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعت به راحلته وحدثني عن مالكي عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركبه فإذا استوت به راحلته أحرم وحدثني عن مالكي أنه بله وأن عبدالله بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك نعم العبرة هنا ليس بإهلال عبدالله بن مروان ولكن بإشارة أبان بن عثمان فالحجة في إشارة أبان بن عثمان نعم الحجة كذلك ان أبان بن عثمان فعلم فعل والده عثمان بن عثمان الذي هو من الخلفاء الراشدين ومن أعلم الناس بن نبي صلى الله عليه وسلم باب رفع الصوت من إهلال حتى تن calibrat المالك على عبدالله بن أبي مكر بن محمد بن عبدالله بن حزبLO بن عبدالبلك بن أبي مكر بن عبدالرحمن بن حالد بن شامل عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انظروا كيف يرفع الأسانين إلى الصحابة فأنساب الرواة إلى الصحابة وهذا من افتخار أهل المدينة المنورة بكونهم أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء آله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتالي جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصوتهم بالتلمية أو بالإهلال يريد أحدهما وفي هذا أصل في الذكر في رفع الصوت بالذكر إذا كان من غير غضب ومن غير إزعاج وغير ذلك وكذلك في الذكر الجماعي لأنه عندما قال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال فهذا معناه أنهم يرفعون مجموعين ولا يرفعون متفرقين وإذا رفع كل واحد لوحدي كانت فوضى فالطبيع أنهم يرفعون مجتمعين وخلافا لمن زعم أنه لم يكن من هدي السلف رفع الصوت بالذكر وغير ذلك فهذا أصل في موطة الإمام مالك وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون أنه ليس على النساء رفعوا الصوت بالتلبية لتصمع المرأة نفسها قال مالك لا يرفع المحلم صوتهم بالإهلال في مساجد الجماعات يصمع نفسه وميني إلا في المسجد الحرامي وفي مسجد ملا في أنه يرفع صوتهم فيه ما قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحبوا التلبية دمور كل صلاة وعلى كل شرفين من الأرض قالت لا يرفع صوتهم في المساجد حتى لا يؤذي المصلين باب إفراد الحج وحدثني عن مالك بن أسود محمد بن عبدالرحمن عن عروة بن زبيري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمننا من أهل بعبرة ومننا من أهل بحجة وعمرة ومننا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعبرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر وحدثني عن مالك عبدالرحمن بن القاسم عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج نعم وتحدثنا عن إفراد والقران والمتعة نعم المتعة أن ينوي العمرة ثم يتمتع ثم ينوي الحج فيحج القران أن يجبع نية الحج والعمرة في نية واحدة الإفراد أن ينوي الحج فقط نعم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحدثني عن مالك عن أبن أسود محمد بن عبدالرحمن قال وكان يتيما في حجري عروة أو في حجري عروة بن الزماني عن عروة بن الزماني على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحدثني عن مالك أنه سبع أهل العلم يقولون من أهل من حج المفردين ثم بدانه أن يهل بعده بعمرة فليس ذلك له قال مالك رضي الله عنه وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم من بلدنا باب القران في الحج وحدثني أحياء المالك عن جعفر بن محمد يعني الصادق وهذا كذلك حديث جعفر وقد افتتح به الباب خلافا لمن زعم أنه لا يذكر حديث جعفر إلا في الشواهد إنما هو يذكر حديث جعفر في الأصول وحدثني أحياء المالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جعفر عن محمد الباكر أن المقدان من الأسولي دخل على علي بن أبي طالب المسقية وهو ينجع بكارات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثبار بن عفاني ينهى عن أن يقرد بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب على يديه أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثبار بن عفان فقال أنت تلها على أن يقرد بين الحج والعمرة فقال عثبار ذلك رأيه فخرج علي المغضب وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معه قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمينة يوم النحر وحدثني على مالك عن محمد بعد الرحمن عن سليمان بن يساند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عام حجة الوداعي خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج لمنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من أهل بعمرتي فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل وأما من أهل بعمرتي فحل وحدثني على مالك الأنو سبع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرتي ثم بدأ له أن يهل بحج معان فذلك لهما لم يطف بالبيت وبين الصفى والبروة وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أصحابي فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمره قال وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداعي من عمرتي ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معهدي فليهل من حج مع العمرتي ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا باب قطع التلبية وحدثني أحياء عن مالك عن محمد بن أبي مكر الثقافي أنه سأل أنه سأل أسف المالك وهو غادياني من العرفة كيف كنتم تستعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منه فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه مرسلا عن علي بن أبي طالب لأن محمد الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطعت تلبية قال مالك ذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم في بلدنا وحدثني عن مالك على عبد الرحمن بن القاسم على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف وحدثني عن مالك عن دافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع تلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف من بيته وبين الصفا والمروى ثم يلبي حتى يغدو من بينا إلى عرفة فإذا غدى ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وحدثني عن مالك العلم بن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا ينبي وهو يطوف من بيت وحدثني عن مالك عن عقبة ابن أبي عقبة عن أمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي أنها كانت تزيل من عرفة من أميرة ثم تحولت إلى الأراك قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال قالت وكانت عائشة تعتبر بعد الحج من مكة من ذي الحجة ثم ترك ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمر وحدثني عن مالك عيحة بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدى يوم عرفة بالمنا فسمع التكبير عاليا فباعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيره محدثني حي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة ما شأنوا الناس يأتون شعثا وأنتم مندهلون أهلوا إذا رأيتم الهلال وحدثني عن مالك عيش عامل عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسعة سنين يهلوا من حج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك قال مالك إنما يهلوا أهل مكة من حج إذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جو في مكة لا يخرجوا من الحرم وقال مالك ومن أهل من مكة من حج فليؤخر الطواف من البيت والسعي بين الصفة والمروة حتى يرجع من بدا وكذلك صرى عبد الله بن عمر قال سؤل مالك عمن أهل من حج من أهل المدينة أو غيره من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنعوا في الطواف قال أما الطواف الواجب فليؤخر هو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفة والمروة وليطف ما بدى له وليصلي ركعتين كلما طاف وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا من الحج من مكة فأخروا الطواف من البيت واستعي بين الصفة والمروة حتى رجعوا من مدن وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال الحجة من حج من مكة ويؤخروا الطواف من البيت وسعي من الصفة والمروة حتى يرجع من مدن وسئل مالك عن رجل من أهل مكة أن يهلوا من جوف مكة في عمرة قال من يخرج إلى الحل فيحلم منه ما مبالى يجب الإحراب من تقليد الهدي الحديث 87 أحدث ليحي عن مالك العبد الله ابن أبي مكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ابن عبد الرحمن أنا أخبرته أن زيانة ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حاروا ما عليهما يحرموا على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتب إلي بأمرك أموري صاحب الهدي قالت عمرته فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلن يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي وحدثني عن مالك العبد الرحمن أنه قال سألت عمرته ابنة عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرت لي أنها سمعت عائشة تقول رضي الله عنها تقول لا يحرم إلا من أهل واللب وحدثني عن ميكة علي حيام بن سعيد عن محمد بن إبراهي من الحارق التيمي عن ربيعة بن الله بن الهدي لأنه رأى رجلا متجردا من عراق فسأل الناس عنه فقال وأمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزمين فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة قال وسئل مالك العبد خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بدي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة قال لا أحب ذلك ولم يصب الفعله ولا يبغنه أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحجة فيبعاث به ويقيم في أهله وسئل مالك هل يخرج من هدي غير محرمين فقال لعم لا مأسى بذلك وسئل مالك عم اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليل الهدي بمن لا يريد الحجة ولا العمرة فقال الأمر عندنا الذي يأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معث بهدي ثم أقاب فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه باب ما تفعل الحائض في الحج حدث اليحية عن مالك عندنا في أن أدى عبد الله بن عمرة كان يقول والمرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفة والمروة وهي تشهد البلاسكة كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفة والمروة ولا تقرب البسجدة حتى تطهر باب العمرة في أشهر الحج حدث اليحية عن مالك أنه من وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ثلاثا عام الحديمي وعام القضيتي وعام الجعير رادة وحدث الي عن مالك عن شهاب العمرة عن أبي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتبر إلا ثلاثا إحداؤنا في شوال وثلاثين في ذي القعدة وحدث الي عن مالك العبد الرحمن بن حرمانات الأسلامية أن رجل سأل سعيد بن المسيبي فقال أعتبر قبل أن أحج فقال سعيد النعم فقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أي حج وحدث الي عن مالك نعم هذا كذلك من مراسي لسعيد بن المسيبي وقد بأن مراسيله يعدها المالكية في حكم المرفوعات وحدث لي عن مالك العمد لشهاب العمد عن سعيد بن المسيبي أن عمر بن أبي سلمت تستأذر عمر بن الخطاب بأن يعتبر في شوال فأذنر له عمر فاعتبر ثم قفل إلى أهله ونبحج ما مقطع تلمية في العمرة حدث لي حياء المالكي لعادي شهاب العروته عن أبي أنه كان يقطع تلمية في العمرة إذا دخل الحرب وقال مالك فيما اعتبر من التنعيم إنه يقطع التنمية حين يرى البيت قال يحيص إن مالك العلي الرجل يعتمر من بعض المواقف وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التنمية فقال أبل مهل من المواقف فإنه يقطع التنمية إذا انتهى إلى الحرم قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك باب مجأة في التمتع حدثني يحيى المالك العلي بن شهاب حدثني يحيى المالك العلي بن شهاب عن محمد بن عبد الله من الحالة بن نوفر بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد من أمي القاصل وانضحاك من قيس العام حج معاوية بن أمي سفيانا ومبايد كراني التمتع من عمرتي إلى الحج لعم قلت هذا كذلك من آل البيت فهو من أحفال عبد المطلب محمد بن عبد الله بن الحالة نعم قال وهو ما يذكراني التمتع من عمرة الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل فقال سعد من مئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعدون قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه وحدثني المالك عن صدقة بن يسعي على ابن الله بن عمر أنه قال والله لا إن اعتمر قبل الحج وأهدي لا أن أعتمر قبل الحج وأهدي أحم إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة حديث 9700 وحدثني عن مالك العبد الله بن الدار العبد الله بن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو المتمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي فإلا بيجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إن إذا رجع قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج قال مالك في رجو من أهل مكة القطع إلى هيرها وسكن سواها ثم قادمة معتمرة في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أن شاء الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هدية وأنه لا يكون مثل أهل مكة وسئل مالك عن رجو من غير أهل مكة دخل مكة من عمر في أشهر الحج وهو ينير الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو فقال نعب هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة من أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد الإقابة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة وحدث لي عن مالك علي حيث سعيد أنه سمع سعيد بن المسيم يقول من اعتبر في شوال أو ذي القيادة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدرك الحج فهو متمتع للحج وعليه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ذهب ما لا يجب فيه التمتع قال مالك من اعتبر في شوال أو ذي القيادة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهلي ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي إنما الهدي على من اعتبر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج قال مالك وكل من اتقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتبر في أشهر الحج ثم أجع الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمزيرة أهل مكة إذا كان من ساكنها قالت إلى مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من أسفل ثم رجع إلى مكة وهو يرين الإقامة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخل بعمرة في أشهر الحج ثم أجع الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمو تمتع من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليه ما علم تمتع من هدي أو الصيام وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ما مجابع ما جاء في العمراء حدثني أحياء المالك عسومي مولى أبي مكر بن عبد الرحمن عن أبي صالحين السمال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إن عمرة كفارت الإمامين هما والحج الممرور ليس له جزاء إلى الجنة وحدثني أحياء المالك عسومي المولى أبي مكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مكر ابن عبد الرحمن يقول جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أني قد كنت تجهزت للحج فاعترضني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرني في رمضان فإن عمرة فيه كحجة وحدثني أحياء المالك عبد الرحمن أن عمرة بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتموا لحج أحدكم وأتموا لعمرته أن يعتبر في غير أشهر الحج وحدثني أحياء المالك أن عثمار بن عفان كان إذا اعتبر ربما لم يحطط على راحلته حتى يرجع قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحد من المسلمين الخاص في تركها قال مالك لا أرى لأحد أن يعتبر في السنة برارة قال مالك في المعتبر يقع بأهلي إن علي في ذلك الهدية وعمرة أخرى يبثلئ بها بعد إتمامه التي أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس علي أن يحرم إلا من ميقاته قال مالك ومن دخل مكتب عمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفة والمرأة وهو جنوب أو على غير مضوء ثم وقع بأهلي ثم ذكر قال يقتصر أو يتوضأ ثم يعود فيطوق بالبيت وبين الصفة والمرأة ويعتبر عمرة أخرى ويهديه على المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك قال مالك فأما المعتبر من التنعيم فإنه مشاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله تعالى ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأبعد من التنعيم نعم قلت الآن أصبحت الطريق إلى ميناء وعرفات أقصر منها إلى التنعيم نظرا لوجود الكهوف التي وضعته الأنفاق فأصبح الكثير من الناس يذهبون ويحرمون من ميناء أو من عرفات يعني يخرجون إلى الحل فيحرمون من هناك ثم يدخلون إلى المكة ويعتمرون وفي هنا أن الإمام مالك فضل التنعيم وإن كان أبعد من ميناء وعرفات ولكنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للإحرام لمن كان مقيما يعني لمن حل في مكة وأراد أن يجدد العمرة أو أراد أن يحرم فإنه يحرم من التنعيم فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم باب نكاح المحرم وحدثني عن مالك عن ربيعة من أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعث أبرافع المولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحالث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج وحدثني عن مالك عن نبيه ابن وهب أخي بني عبد الدالي أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان ابن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهم محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب الحديث تمانمئة وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن قطاب نكاحه حدثني عن مالك عن نافعين أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره وحدثني عن مالك أنه بله أن سعيد بن المسيبي وسلم بن عبد الله وسلم بن يسار سئل عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه باب حجامة المحرم حدثني عن مالك عن يحي ابن سعيد عن سليم بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمال مكان بطريق مكة وحدثني عن مالك أنه في عبد الله ابن عمرأ أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه نعم كان الإمام مالك لا يرى تكرار العمرة خاصة لمن هو مقيم في مكة وهذا مذهب لإمام مالك وهو كراهية تكرار العمرة نعم ورخص العلماء لمن كان يسكن بعيدا هو جاء وقد لا يعود إلا بعد سنوات أو لا يعود فأني يكرر العمرة والله أعلم والباب في ذلك واسع فالإمام مالك لا يرى المنع ولكن لا يرى ذلك ربما خشية التضييق على الناس أو ربما لأنه لم يثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة في رمضان أكثر من مرة في السنة قال قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة باب ما يجوز المحرم أكله من الصيد حدث ليحي عن مالك من نظر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع المولى أبي قتالة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسين فسأل أصحابه أن يلاولوا صوته فأبوا عليه فسألهم وربحه فأبوا فأخذه ثم شد عن عمار فقتله فأكل بده بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم موها الله وحدث لي عن مالك أن الزبير من العواب كان يتزون صفيف الضباء في الإحرام قال مالك والصفيف القديد وحدث لي عن مالك يعني ما نصبه بمغرب الخلاع وحدث لي عن مالك عزين بن أسلم أن عطاء ابن يسال الأخبر وعن أبي قتالت في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النظري إلا أن في حديث زين بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وحدث لي عن مالك علي حيب السعيد للأنصار أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم من الحياة التيمية عن عيسى بن طرحة بن عميل الله عن عميل بن سلمة الضمري عن المهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يرين مكة وهو محرم حتى إذا كان من روحاء إذا حمار وحشي العقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه فجاء المهزي وهو صاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم بضى حتى إذا كان من أثاية بين الرويثة والعرج إلى ضمي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سبع سعيد بن المسيم يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل بين البحرين حتى إذا كان من رمذات وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوا عن لحب صيد وجلوه عند أهل الربذة فأمروا بأكله ثم قال إني شككت فيما أمرته به فلما قدمت المدينة تذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرته به فقال أمرته بأكله فقال عمر بن الخطاب لو أمرته بغير ذلك لفعلت بك يتواعده الحديث عشر وثمانمئة وحدثني عن مالك عن إبناء شاب عن سالمين عبد الله إنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله ابن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة واستفتووا في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاوا بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألت عن ذلك فقال بما أفتيتهم فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك بمعنى أنه إذا ذبح غير المحرم فلا بأس على المحرم أن يأكل منه طبعا خارج الحرام وحدثني عن مالك عزيزي بن أسلام على عطاء بن يسال أن كعم الأحبار أكبر من الشام في ركب المحرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعم بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعم قال فإني قد أمرته عليكم قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراني فأفتاهم كعم أن يأخذوه ويأكلوه قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتعه المحرم قلت وهذا قد يقاس عليه كذلك السلطعون التي تخرج من البحر وقد تصاد خارج البحر ما يسمى الكروفيت لا أدل لماذا يقال له بالعربية القنبري القنبري وما هو في حكمه فكذلك يعني إلا أن لأنه خرج من البحر وقد يعيش خارج البحر وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتعه المحرم فقال أماما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده المحرمون فابتعه فلا بأس به قال مالك في من أحرم عنده صيد قد صاده أو يبتعه فليس عليه أن يوصله ولا بأس أن يجعله عند ألي قال مالك في صيد الحيتان في المحرم الأنهار والبرك وما أشفه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد وحدثني عن مالك ابن الشام عن مبين ابن عبد الله ابن عثمت ابن مسعيد ابن عبد الله ابن عباس ابن جثابة أنه أهدى لرسول الله حمارا وحشية وهو بالأهبواء أو بودان فردوا عليه رسول الله قال فلم رأى رسول الله ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وحدثني عن مالك ابن أبي مكر ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان ابن عفان بالعج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي من لحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لستك هئتكم إنما صيد من أجلي وحدثني مالك العين شام لعروة عن أبي على عائشة أم المؤمنين لأنها قالت له يمن أختي إنما هي عشر ليالي فإن تخل جاء في نفسك شيء فدعو تعني أكل لحم الصيد وحدثني مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله قال مسئلة مالك الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أي صيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة فقال من يأكل الميتة وذلك أن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال وقد أرخص في البيتة على حال الضرورة سبحان الله قال مالك أما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل قال مالك قد سمعت ذلك بالغير واحد قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه ما مؤمر الصيد في الحرب قال مالك كل شيء صيد في الحرب أو أرسل عليه كلب في الحرب فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرب فإنه لا يأكله وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرب فإن أرسله قريبا من الحرب فعليه جزاؤه نعم باب حكم الحكم في الصيد ستعذروا لي انتظروا لي قليلا فقد جاء هاتف لا يسعني أن أتركه انتظروا لي دقيقتين أو ثلاثة السلام عليكم ورحمة الله باب الحكم في الصيد قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعلي يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرموا ومن قتلوا منكم متعبدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيابا ليذوق ومال أبره قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو بحرب بمززلة الذي يبتعه وهو بحرب ثم يقتله وقده الله عن قتله فعليه جزاؤه قال مالك والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو بحرب حكم عليه قال مالك أحسن ما سمعته في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين المدة أو يصوب مكان كل مد يوم وينظر كم حدة المساكين فإن كانوا عشرة صاب عشرة أيام وإن كانوا عشرين صاب عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكين قال مالك سمعته أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما يقتل المحرم من الدوام وحدث لي يحيي عن مالك عن نافر عبد الله عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي قبل باب الحكم في الصيد باب أمر الصيد في الحرم قال يحيي قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يأكله وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريب من الحرم فعليه جزاءه بمعنى أنك إذا كنت في الحرم ورأيت أرنبا وأرسلت كلبا ليصيده فهرب إلى منطقة الحل يعني خرج من منطقة الحرم فصاده فلا يجوز أكله وعليك الكفارة بمعنى عليك لا تأكله وعليك أن تدفع يعني مثله تتصدق به أما إذا كنت في الحل وهرب إلى الحرم فلا تأكله ولكن لا شيء عليك إلا إذا كنت أرسلته قريبا من الحرم بمعنى أنك تهاورت في حربة منطقة الحرم فإثر ذلك فلا تأكله وعليك أن تتصدق بمثله باب ما يقتل المحرم من الدواب وحدثني أخي عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر قال خمس من الدواب وقتلهن هو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والغراب والحذاءة والكلب العقور وحدثني عن مالك عبد الشامل عروة عن أبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خمس الفواسق يقتلنا في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور وحدثني عن مالك عبد الشامل أن عمر بن الخطاب أمر بقتل حيات في الحرم قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافه مثل الأسد والنمير والفهد والذئم فهو الكلب العقور وأما ما كان من السماع لا يعد مثل الضمع والثعلب والهر فلا يقتل هدى المحرم فإن قتله فدا تقبر الله قال مالك وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداءة وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فدا باب ما يجوز المحرم أن يفعله حدثني يحيى عن مالك عيح بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحالة التيمية عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدي لأنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم يعني يذهب القراد عنه القراد ما نسمي نحن القراد بعض الدود الذي يلسق باللحم قال مالك وأنا أكرهه نعم لما فيه من قتل القراد الحديث 22 ثمانمائة وحدثني عمايك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل علي البحر بأي حك جسده فقالت نعم فليحككه وليجدد قالت عائشة ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكك وحدثني على المالك أيو بن موسى أن عبد الله بن عمر نظرا في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم وحدثني على المالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يلزع المحرم حلمة حلمة أو قرادا عن بعيره قال مالك وذلك أحب ما سمعته إلي في ذلك وحدثني على المالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم فأنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفور له الكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البال الذي لم يطيم وهو محرم فقال لا أرى بذلك مأسا ولو جعله في فيه لو أرى بذلك مأسا لا قال مالك المأسا أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك باب الحج عن من يحج عنه حدث لي يحيى عن مالك عبد الشعب بن عبد الله بن عبد الله بن عباس الرديفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخة كبيرة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع دعم كانت هي جميلة وكان الفضل بن عباس شابا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها أعجبته فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعضه وستر عليه صلى الله عليه وسلم فلم يفضحه ولم يعنفه لأنه علم من ذلك شبابه وفتوته فلم يرد أن يحرجه صلى الله عليه وسلم على آله وذلك من أدب النصيحة باب ما جاء في من أحصر بعدو قال مالك من حبس بعدو فحل بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء ويرحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء وحدثني عن الملكة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحليمية فلحروا الهدية وحلقوا رؤوسهم وحلوا بالكل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحد من أصحابه ولم من من كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء وحدثني عن الملكة النافع عن عبد الله من عمر أنه قال حين خرج إلى بكة معتبرا في الفترة إن صددت عن البيت كما صلعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرتي بالأجل أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرتي العام الحديمية ثم إذا عبد الله نظر في أمري فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرتي ثم نفد حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا وراء ذلك مجزيا عنه وأهدأ مجزيا عنه أهدا قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمعنى أنه رأى أن فعل عمر بن الخطاب لأنه لا يرى أن تكون النية إلا في أول الإحرام ولا يرى أن يستدرك النية ورأى أن هذا الحديث خاص بحال الإحصار بأنهم خشياء أن يمنع من الحج وعلى ذلك عبد الله بن عمر وهذه فتوى للإمام مالك قال مالك فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت نعم والعجيب في الموطة أنه الكتاب الوحيد من كتب السلف رضي الله عنه الذي شرحه مؤلفه فهذه الفتاوى للإمام مالك طبعا هي قرئة على الإمام مالك في حياته رضي الله عنه وهي تعتبر كشروح وتحشيات وتطريرات للأحاديث التي يذكرها وكذلك ربما نعتبره بالأول بل كتب الطررة إلا أن اعتمد على طرر عبد الله بن مسعود في مصحفه ولكن مصحف عبد الله بن مسعود قد ذهب في المصاحف التي أتلفت بعد مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا باب مجاء في من أحصر بغير عدو الحديث ثلاثون وثمانبئة وحدثني أحياء المالك العلمي الشامير عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى نبس شيء من الثيام التي لا بد له منها أو الدواء صرع ذلك وافتدى وحدثني عن مالك عيحي بن سعيد أنه بلغى أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت وحدثني عن مالك عيحي بن أبي تبيبة السخياني عن رجوي من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخدي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباسر وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل والناس يعني كبار الصحابة رضي الله عنه يعني يقال يوم كان الناس ناس وهذا من باب التعظيم يعني يوم كان الناس والأفاضل دعم قال عبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقبت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة وحدثني عن مالك عيحي بن سعيد عسليم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يضوف بالبيت ومين الصفاء والمروى وحدثني عن مالك عيحي بن سعيد عسليم بن سعيد أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل بيلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وبروان بن الحكام فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا مد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك على ذلك الأمر عندنا في من أحصر من غير عدو قال مالك قد أمر عمر بن خطاب أبا أي من الأصاري وهبار من الأسود حين فاتهم الحج وأتى يوم النحر أن يحل بعمرتي ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهدياني فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي قال مالك وكل من حمس عن الحج بعدما يحرمه إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر قال يحيى سئل مالك عمن أهل من أهل بكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا قال مالك في رجل القدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه ما لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقفة قال مالك أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالميت ويسعى بين الصفة والمرة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي قال مالك في من أحج بالعمرة من مكة ثم طاف بالميت وسعى بين الصفة والمرة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقفة قال مالك إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى حل فخرج فدخل بعمرة فطاف بالميت وسعى بين الصفة والمرة إلى الطوافة الأولى لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي قال مالك وإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالميت وسعى بين الصفة والمرة حل بعمرة وطاف بالميت طوافة آخر وسعى بين الصفة والمرة لأن طوافة الأول وسعى وإنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي باب ما جاء في ميناء الكعبة وحدث نيحيى عن مالك عبد الشهامير عسائل عبد الله إذا عبد الله إذا محمد بن أبي مكر الصديق أخبر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على ألي أن النبي صلى الله عليه وسلم على ألي قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة تقتصروا على قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين لذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وحدثني عن مالك عين شامني عروة عن أبي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله باب الرمع لي في الطواف الرمع لي هو المسيو السريع ليس هرولة وليس مشيا عاديا باب الرمع لي في الطواف حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه هذا كذلك حديثه عن جعفر الصادق عن أبيه وهو قد استتح به الباب خلافا لمن زعم وكذب أنه إنما يذكره في الشواهد حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم رمع من الحجر الأسوال حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف وحدثني عن مالك عن شامل عروة أن أباه كان إذا طف بالبيت سعى الأشواط الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت يخفض صوته بذلك نعم وهذا كذلك من الأذكار التي فعلها الصحابة والتابعون ولم يكن سنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن في الأمر سعى وحدثني عن مالك عن شامل عروة عن أبيه أن أرأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفة والمروة حتى يرجع من ميناء وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة نتمنى من بعض الإخوة أن يجمع هذه الأحاديث التي نشير إليها أنها من أذلة أن السلف كانوا يبتكرون من الأدعية ويجتهدون في ذلك ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد مررنا من أوائل الكتب التي قرأنا إلى الآن على الكثير من ذلك ولو جمع لكان في ذلك خير كبير صاد بآتين وثمانية وثلاثين إلى بئتين وتسعة وثمانين غريب أننا نبلغ هذه الصفحة نعيدها إن شاء الله تعالى نعيد قراءة الحديث ستبائة واثنان واربعين ستبائة وواحد واربعين إلى الحديث ستبائة وتسعة واربعين لأن بعض الإخوة ذكروا أنني أسقطته باب مكيلة زكاة الفطر حدث ليحي عن مالك العداف عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعر من تمر أو صاعر من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أثى من المسلمين وحدث لي عن مالك عزيزي بن أسماع العياض بن عبد الله بن سعدين بن أبي سرح للعامري أنه سمع أبا سعيد الخضرية يقولوا كنا نخرج زكاة الفطر صاعر من طعام أو صاعر من شعير أو صاعر من تمر أو صاعر من أقيط أو صاعر من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا عم سبحان الله لم نقرأ هذه الحديث كأننا نقرأ صفحتين ولم ننتبه وحدثني على الملك عدا في العدى عبدالله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة الواحدة فإنه أخرج شعير قال ملك الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور وكل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم باب وقت إرسال زكاة الفطر حدثني حياء الملك العنف أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وحدثني عن ملك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طرع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى قال ملك ذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده باب بل لا تجب عليه زكاة الفطر قال ملك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا مد له منه وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة كتاب الصيام كتاب الصيام باب مبجأ في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان حدثني حياء الملك عن نافع عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفضلوا حتى تروا هو فإن غب عليكم فاقدروا له وحدثني عن ملك عبدالله بن ديدار عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفضلوا حتى ترواه فإن غب عليكم فاقدروا له وحدثني عن ملك الثور بن زين ديلي عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفضلوا حتى ترواه فإن غب عليكم فأكملوا لعندة ثلاثين وحدثني عن مالك لأنه ملا وأن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشين فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغامت الشمس قال يحيث سمعت مالك ليقول في الذي رأى هلال رمضان وحده وأنه يصوم لأنه لا يلمغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول إليك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال ذهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي قال يحيث سمعت مالك ليقول إذا صاب الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوم بيوم وأن يومه ذلك أحد وثلاثون يوما فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم القبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوان الشمس نعم الحمد لله باب تقبيل الركن الأول في الاستلام نعيد باب الاستلام في الطواف نعم حدثني حياء المالك أنه ملا وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قد طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفة والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج وحدثني عالمالك أن يشامل عروة الأبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوفه كيف صرعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود فقال عبد الرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدت وحدثني على المالك العشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدعو اليمنية إلا أن يغلب عليه نعم عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير كان عبد الله بن الزبير بنى الكعمة وأتم أركانها الأربع وذلك هنا نجد في هذا الأثر أنه يروي هشام بن عروة أن أباه كان يستلم الأركان الأربعة كلها علم أنه الآن لا يوجد إلا ركلاني والعجيب أن المطاوع هناك في الحرم يمنعون الناس من استلام الركن اليماني وهذه بدعة بل منكر عظيم لأنه يضربون الناس يمنعون من استلام الركن اليماني والكعبة كلها بركة والكعبة كلها خير وبدعه بذلك هو بدعة يجب أن تنكر ويجب أن يدعو ذلك باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام وحدثني حياء المالك العيش أن عمر بن الخطام قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبلاه قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت أنه عن الركن اليماني أن يضعها على فيه وفي هذا استحباب تقبيل الحجر الأسود لأنه موضع قبله النبي صلى الله عليه وسلم على آله بأمه وأمه وقد شرفنا الله تعالى وفعلنا ذلك بحمده تعالى قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه يعني هكذا وهكذا كأنه يقبلها نعم باب ركعة الطواف حدث لي يحيى عن مالك العيشام لعروة عن أبي أنه كان لا يجبع بين السبعين لا يصلي بينهما بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقاب وعند غيره وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال فلا ينبغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل سبع بركعتين قال مالك الفراجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميع لأن السنة في الطواف أي يتبع كل سبعين بركعتين قال مالك الفراجل ومشك في طواف بعدما يركع ركعتين الطواف فليعون وليتم الطواف وعلى اليقين ثم ليعيد الركعتين لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد إكمال السبع قال مالك ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفة والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف أو كله ولم يركع ركعتين الطواف فإنه يتوطأ ويستألف الطواف والركعتين قال مالك أما سعي بين الصفة والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء بمعنى أنه إذا كان يسعى وتقضى وضوءه فلا شيء عليه ولكنه إذا دخل للسعي من أول وهلة فليكن على وضوء لأن السعي ليس صلاة بخلاف الطواف باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف وحدث اليحي عن مالك العلم بن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طواف هو نظرا فنبير الشمس فركب حتى ألاخ بذي طوا فصلى ركعتين لعم لأنه وقت كراهية وحدثني عن مالك الحديث خمسون وثمانمئة وحدثني عن مالك عن أبي الزمين المكي أنه قال رأيته عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصل وحدثني عن مالك عن أبي الزمين المكي أنه قال لقد رأيته البيت يخلو بعد صلاة الصبح ومعنى صلاة العصر ما يطوف به أحد قال مالك وما طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحد معنى الصبح ومعنى العصر لا يزيل على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صلى عمر بن الخطام يؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاةهما إشاء وإنشاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك باب وداعي البيت وحدث لي حياء عن مالك العنفين عبد الله من عمر أن عمر بن الخطام قال لا يسنرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر نسك الطواف بالبيت قال مالك في قول عمر بن الخطام فإن آخر نسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال ثم محلها إلى الميت العتيق فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى الميت العتيق وحدث لي عن مالك علي حياء بن سعيد أن عمر بن الخطام رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع الميت حتى ودع وحدث لي عن مالك علي حياء بن عروة عن أبي أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهد آخر عهد الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه قال مالك ولو أن رجل جهل أن يكون آخر عهد الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم يصرف إذا كان قد أفاض باب جامع الطواف وحدث ليحياء المالك من أسود محمد بن عبد الرحمن من النوف عن عروة بن الزبير عن زينة بنتي أمي سلمة عن أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جارب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور وحدث لي عن مالك من الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أقمره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءت أمرأة تستفتي فقالت إني أقملت أرين أن أطوف من الميتي حتى إذا كنت عندما بالمجل هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب عن ذلك عني ثم أقملت حتى إذا كنت عندما بالمجل هرقت الماء فرجعت حتى ذهب عني ثم أقملت حتى إذا كنت عندما بالمجل هرقت الدماء فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضت من الشيطان فاقتصلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي وحدث لي عن مالك كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت ومين الصفاء المرة ثم يطوف بعد أن يرجع قال مالك ذلك واسع إن شاء الله وسئل مالك هل يقف الرجل في الطوافل بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك قال مالك لا يطوف أحده بالبيت ولا بين الصفاء المرة إلا وهو طاهر باب البدء بالصفاء في السعي وحدث ليحي عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه هذا كذلك رواية عن جعفر الصادق وقال ابتدأ به الباب خلافا لماذا زعم كاذبا أنه لا يذكره إلا في الشواهد وهو محمود سعيد مبدوح في كتابه الذي زعم فيه أن مولانا إدريس رضي الله عنه كان شيعيا وحط فيه من الإمام مالك المالكية بما كله كذب ومهتان قال وحدث ليحي عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جامر بن عبد الله أنه قال سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المجين وهو يرين الصفاء وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وحدث لي عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن جامر كذلك رواع جعفر هذا حديث آخر عن جامر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفاء يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا الله الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير يصدع ذلك ثلاث مرات ويدعوه ويصدع على المرمة مثل ذلك وحدث لي عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفاء يدعو يقول واللهم إنك قلت أدعو لي أستجب لكم وإنك لا تخلف المعادة وإني أسألك كما هديت للإسلام أن لا تنزعوا مني حتى تتوفاني وأنا مسلم وعني كذلك تزاد في الأدعية التي كان يؤسسها الصحابة ولم تكن مرفوعة خلافا لما زعم أن الذكر توقفي وهذا من البدع الكبيرة التي أحدثت في الدين وفرقت المسلمين وأشغلتهم عن ديانتهم نجد كذلك في هذا الباب أن الإمام مالكا يقدم حديث جعفر عن أبيه وإن كان مرسلا يقدمه عن أحاديث نافع عن ابن عمر وأحاديث غيرهم من الأحاديث التي تسمى بسلسلة الذهب وهذا من تعظيمه لأحاديث جعفر الصادق خلافا لمن زعم غير ذلك باب جابع السعي حدثني أحيان مالك عيشان لعروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يوم إذي الحديث السني أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج الميت أو يعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفاء والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأزل الله تبارك وتعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج الميت أو يعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وحدثني عن مالك الإنشاء من العروة أن سودة بنت عبد الله من عمره كانت تحت عروة من الزبير فخرجت تطوف بين الصفاء والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت مرأة تقيلة فجاءت حينا صرف الناس من الإنشاء فلم تقضي طوافة حتى نودي من أولى من الصبح فقضت طوافة فيما بينها وبينه وكان عروة إذا رأاه بطوفون على الدواب بيلهاهم أشدده فيعتلون له بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وقصروا وقال مالك من ناس يسعى بين الصفاء والمروة في عمرة فلم يدخل حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصابت نساء فليسعى بين الصفاء والمروة حتى يتبى ما بقي عليه بتلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهديو وسئل مالك عن الرجل يلقى الرجل بين الصفاء والمروة فيقف معه ويحدثه فقال لا أحب له ذلك قال مالك ومدسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفاء والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن ويركع وركعتين طوافه ثم يمتلئ سعيه بين الصفاء والمروة وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبي إذلك هنا يروي عن جعفر بن محمد عن أبي عن جعفر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفاء مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه قال مالك في رجل جهل نعم هنا ذكره للمناسبة لأنه معروف مراعاة علم المناسبات في الرواية وهي أن يعني لماذا ذكر الحديث جعفر هنا في الأخير ذكره لأنه يتحدث عن الخروج من السعي من الصفاء والمروة فناسب أن يكون الحديث في آخر الباب ولا يكون في أول الباب وهذا من مراعاة المناسبات التي تكون في موطع الإمام مالك وهناك أبحاث في مراعاة المناسبات الموجودة في صحيح البخاري وكذلك أحراوي بأن تكون في موطع الإمام مالك لأن الإمام مالك بقي يزيد وينقح ويقدم ويؤخر في كتابه إلى أن تنفي رحمه الله رضي عنه فهذا كذلك من لطف الإمام مالك ونجد أحيانا كذلك يكرر الرواية أو أحيانا يكرر حتى الفتوى مثلا الرجل يلقى بين الصفاء والمروة فيقف ما يحدثه فقال لا أحب له ذلك ذكرت في موضع آخر وكذلك هناك إذا تتبعنا ذلك سنجد كثير من الأمور يراعي فيها المناسبات وترتيب ترتيب الحج هنا في الحج يذكر الباب الأول ثم ما يتبعه ثم ما يتبعه وهذا من فقه الإمام مالك قال مالك في رجل نعم قال مالك في رجل جهل فبدأ بسعي بين الصفاء والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفاء والمروة وإن جاء ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفاء والمروة وإن كان أصاب النساء رجع فطوف بالبيت وسعى بين الصفاء والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي سيام يومي عرف حدثا يحيي عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عمد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في السيام فأرسلت إليه بقداحي لابانين وهو واقف على بعينه فشريب وحدث لمالك عن يحيي بن سعيد عن قاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم لقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر باب ما جاء في صيام أيام منا وحدث نيحي عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآله نهى عن صيام أيام ميناء وحدثني عن مالك عن مليشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام ميناء يطوف يقول إنما هي أيام أكل مشرب وذكر لله تعالى يعني لمن كان في ميناء وحدثني عن مالك عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله ابن الهادي عن أبي مرة مولى أمي هاني ابنة أبي طالب عبد الله ابن عمر بن العاص أنه أخبر وأنه دخل على أبي عمر ابن العاص فوجد على أبيه عمر بن العاص فوجد يأكل فدعاني قال فقلت له إني صائم فقال هذه الأيام التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه إنه أمرنا بفطرهن قال مالك هي أيام تشريك باب ما يجوز من الهدي الحديث تبعود وحدثني عن مالك عن أبي مكر ابن محمد ابن عمر بن حزف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل ابن هشاب في حج أو عمرة وحدثني عن مالك زناني عن أعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل لسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة قال ورأيته في العمرة يلحر بدنه وهي قائمة في دار خائد بن أسيد وكان فيها بلزله قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة بالتحت كتفها وحدثني عن مالك عنيح بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوم أهدى بدنتين إحداهما بغتية وحدثني عن مالك عن نفع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت البتنة فليحمل ولدها حتى يلحر معها فإن لم يوجد له محمل حبل على أمه حتى يلحر معها وحدثني عن مالك العزيز أهدى أن أباه قال إذا طررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فالحلو إذا طررت إلى لبنيها فاشرب بعدما يروى فصيلها فإذا لحرتها فالحر فصيلها معها لاحظوا أن أغلب الأحاديث المفصلة فيما يتعلق بالحج يرويها عن أهل بكة وعن أبلائه وهذا من فقه الإمام مالك كذلك باب العمل في الهدي حين يساق حدثني أحياء المالك العنفين عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنا عليني ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس ومعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم ميلا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده فيصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم وفي هذا سنة الهدي الذي كان يساق في الحج للأسف الآن لم تبقى هذه السنة لكثرة الحجاج وازدحانهم فلم يبقى موطئ للهدي نعم وحدثني عن مالك العنفين أن عبد الله بن عمر كان إذا طعنا في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر يشعره أن يجعل له علامة وحدثني عن مالك العنفين أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد ووقف به بعرفة حدثني عن مالك الحديث ثمانون وثمانمائة حدثني عن مالك العنفين أن عبد الله بن عمر كان يحلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن ديناد ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها وحدثني مالك العنفين أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه الثني الذي أسقط سنين وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر الذي أنبت سنين وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يعدو من منا إلى عرفة وحدثني عن مالك العفو الذي يسقط سنهين نعم وفي العادة يكون الذي أمضى سنة الذي فات العام وحدثني عن مالك عين شامن عروة عن أبي أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وحقه من اكتير له باب العمل في الهدي إذا عطب أو ظل حدثني يحيي عن مالك عين شامن عروة عن أبي أن صاحب الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فنحرها كل بدنة عطبت من الهدي فنحرها ثم القي قلالتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها وحدثني عمايكين عن ابن شهاب عن سعيد بن المسعي بأنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء حتى يغدو من منا ليس يعدو حتى يغدو وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها وحدثني عن مالك عن سور بن زيد ديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذر أو هدية تمتعين فأصيبت في الطريق فعليه البدل وحدثني عن مالك عن نافي عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وقد زدناكم في هذا اليوم نصف ساعة حتى نحاول أن نستأنف ما تركناه البارحة نعم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا وإصرافنا في أمرنا ويستر ذنبنا اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم افتح علينا واغفر لنا واهدنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأجيزكم إخواني في سائل ما قرأناه إلى الآن وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهنا وأن يرزقنا العمل بما عامنا اللهم صل لأفضل صلواتك على إشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكري الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين